يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعونا وبيتابعوا السادسة تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة حلقة يوم المباراة الأهلي والمقاونون العرب والحقيقة يعني فكرت كده وحن بيتدي الحلقة أنه الإنترو النهاردة تبقى على التاريخ الحقيقة يعني محتاج نقف شوية مع تاريخ 37 لسببين مهمين جدا واحد أنه افتكروا كويس جداً التاريخ ده 37 للأهلي بيلعب فيه مطش المقاولين في الدوري العام الدوري الممتاز يتبقى لهذا الموسم 9 مطشات في الدوري وأربع مطشات إن شاء الله بإذن الله وربنا يعني وفقنا ووصلنا لنهائي الكاس الجديد اللي احنا عندنا فيه مصر المقصة يوم 16 نتكلم في 13 مباراة متبقية لفريق نادي الأهلي على نهاية الموسم في الوقت اللي النهاردة بعد ما الفرق أو يعني معظم الفرق في العالم كله في معظم الدوريات الكبيرة والصغيرة خلصت المسابقات بتاعت الموسم اللي فات وخدت راحة سلبية وعملت مركاته وصفقات جديدة لعيبة مشت ولعيبة جت وبدأوا معسكرات إعداد وشاركوا أغلبهم في مطشات ودورات ودية في دول خارج حدود الوطن يعني طبعا تتبعتوا مطشات كتيرة جدا في أمريكا وفي غير أمريكا فرق اليوفي بارشلونة منشستل سيتي تشيلسي أرسنال مطشات كتيرة جدا تلعبت في الفترة البري سيزن يعني أو ما قبل بداية الموسم في الفترة الأخيرة وإحنا النهاردة في نفس التاريخ ده تلاتين سبعة برضو الموسم بيبدأ في معظم دول أوروبا نهاردة عندنا مطشات مهمة جدا عندنا ليفر بول ومان سيتي درع الخيرية بطل كاس الاتحاد الإنجليزي ليفر بول في مواجهة طبعا منشستل سيتي بطل البريمير ليج عندنا باي ميونيخ بطل الدولي الألماني في مواجهة لايفزيك بطل الكاس عندنا ترابازون سبور نجمنا من مصر طبعا تريزي جي من المحتمل على فكرة يشارك في مطشو النهاردة في مواجهة سيفاس بور بطل الكاس مطشات السوبر يعني بيبدأ بيها الموسم النهاردة في نفس التوقيت ونتكلم عن الأجندة ونتكلم على الكالندر ونتكلم على الإجهاد ونتكلم على المسابقات ونتكلم على الانتقالات النهاردة الأندية المصرية عايزت تشتري لعيبة وعايزت بيها لعيبة عايزين يطلع لعباتنا ونفتح أبواب الاحتراف في الخارج إزاي ده ممكن يحصل وكل فرق العالم خدت القوائم عملت فترة الأعداد عملت الصفقات وبتبدأ رسمياً النهاردة الموسم ده نمر واحد نعم